كتير كمان على المنتخب الأوليمبي الحقيقة يمكن تتطفق تختلف بالتأكيد نتيجة إيجابية ما حدش تشكك في ده لكن أنا بتكلم على الكرة اللعبها منتخب الأوليمبي في بداية مشوار آه باللعب أسبانيا بطل أوروبا فريق محترم فيه ستة من اللي كانوا مشاركين في اليورو 2020 لكن كلمني عن كرة مصر أعتقد أنه العقلية كان فيها مشكلة مش أبداً الإمكانيات ومش مستويات طبعاً لقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات يمكن من دقيقة بسيطة جداً ده آخر تمرين استعداداً لمواجهة الأرجنتين بكرا إن شاء الله في مباراة أعتقد هتبقى أسهل من مباراة أسبانيا وحسب تصريحات كابتن شاوي اللي لسه يمكن أريها قبل ما أطلع على طول مع حضراتكم في السادسة أنه بيكلم على أنه الوجه الحقيقي للمنتخب المصري هزهر في لقاء الأرجنتين خدوا بالك الأرجنتين يعني أنا طبعاً كنت متوقع شوف نسخة غير لأن الأرجنتين دايماً حتى في الفئات العمرية الصغيرة منتخبات الشباب والأولمبي وكده بتقدم كورة على أعلى مستوى لكن مطشاها مع أستراليا بيقول إنه لا مش دي الأرجنتين نحن عارفينها فبالتالي مباراة بكرا مهمة جداً تحسن بشكل كبير جداً موقفك في المجموعة والتأهل لما بعد وخدوا بالكم إنه بيزود من صعوبة المباراة دي إنه الأرجنتين خسرت أول مطشاها فما عندهاش بديل غير نها تكسب بكرا بكرا مباراة مهمة جداً وصعبة جداً أتمنى وهنا بتكلم على العقلية منتخب شباب اليد لما خد بطولة العالم ما كانش راح يقول والله أنا هلعب هنا مباراة دفاعية عشان بلعب بطل أوروبا ولا بلعب هنا مباراة متوازنة عشان بلعب بطل أمريكا الجنوبية لا القصة مش كده القصة إنك إنت عندك الإمكانية وعندك القماشة وعندك العقلية إنك إنت تثبت جدرتك وتقول أنا هو لأن القماشة اللي مع كابتن شاوي الحقيقة قماشة محترمة جداً ولو قلتهم لكم اسم اسم أقول إنه كل اللعيبة اللي موجودة بكابتن شاوي تصلح إنها هتكون لعيبة منتخب أول